يرتفع تمثال عملاق بعلو 63 متراً لقرش حوتي أزرق أمام أكبر حوض أسماك في العالم موجود على جزيرة صينية يتم الترويج لها على أنها مجال اختبار لإصلاحات رامية إلى تجيع الاستهلاك المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي وتقع جزيرة هينكين قبالة نهر اللؤلؤ الشهير لناحية شنزن المدينة التي تشهد طفرة اقتصادية على الحدود مع هونغ كونغ والتي تم تصنيفها منطقة اقتصادية خاصة قبل 35 سنة وتسعى الصين إلى جعل هذه الجزيرة مركز ثقلاً أساسيًا في مجال التعليم والصناعات المبتكرة والسياحة مع متنزهات متخصصة وفنادق ومطاعم لجاثب عدد أكبر من الرواد من الطبقة الوسطى في الصين ويضم حوض الأسماك الذي كلف إنجازه 5 مليارات دولار ضمن مشروع مملكة شاملوغ البحرية ما مجموعه 49 مليون لتر من الماء ما خوله نيل تصنيف أكبر حوض مائي في العالم بشهادة من كتاب جينيس للأرقام القياسية لدى افتتاحه في أذار مارس ويشير المسؤولون المحليون الذين أقروا سلسلة تخفيضات ضريبية إلى أن سياساتهم جذبت 250 مليار يوان من الاستثمارات منذ انطلاق المشروع في العام 2008